انخفض سعر برميل النفط الكويتي بمقدار دولار و 44 سنة ليستقر بذلك عند مستوى 95 دولار و 56 سنة للبرميل وذلك وفقا للسعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية أما عالميا فقد ارتفعت أسعار النفط وسط استمرار توقعات تراجع المعروض العالمي مع اقتراب فصل الشتاء هذا وقد أشارت توقعات تقرير معهد البترول الأمريكي إلى تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة وبمقدار مليون و 600 ألف برميلة خلال الأسبوع الماضي على أن تظهر البيانات الرسمية اليوم من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية